نادي الأهلي خلاص استقر على توجيه الشكر للكابتن خالد بيبو مدير الكرة بعد نهاية مباراتي امبي ومودرن سبورت المتبقيين في منافسات الدوري المصري الممتاز كابتن خالد بيبو هينتهي مشواره مع النادي الأهلي بنهاية هذا الدوري مارس الكولر هو اللي تمسك بطلب رحيل خالد بيبو عن منصبه وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يبحث في الوقت الحالي مع لجنة التخطيط وشركة الكرة اختيار البديل من هو بديل كابتن خالد بيبو قلت لكم قبل كده أسماء معينة عندك الكابتن محمد الشوقي كابتن وليد صراح الدين والكابتن وليد سليمان دي الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير الكرة بعد الكابتن خالد بيبو عايز أقول حاجة في قصة الكابتن خالد بيبو راجل ده كفء جدا وراجل جيد في شغله بيتعب وبيكتهد جدا يعني بس أصلا منصب مدير الكرة أساسا هو منصب مش مفهوم مع كامل اللي احترام للنادي الأهلي وأفكار النادي الأهلي هذه المنظومة الرائعة الناجحة المؤسرة واللي دايما عندها ريادة في كل الأفكار وكل الأمور الإدارية والكفاءة طبعا بس هو ليه مدير كرة أصلا ليه مدير كرة أصلا دي بقولها ليه بقولها عشان المدير الفني هو اللي عايز يدير الفريق هو اللي عايز يدي أقوبات ويتعامل مع اللعبين هو اللي عايز يبقى حلقة الواصل ما بين اللعبين والإدارة أي مدير الفني في العالم بيعمل كده بيعمل كده هتقول لي لأ مش المدير الفني منه الإدارة على طول بيبقى فيه مثلا سبورس ديريكتور مثلا ماشي ماشي يبقى فيه مدير رياضي مدير رياضي ده ما بيقاطش كمان على الدك فاحنا منصب ومدير الكرة عندنا برضو بقى غريب جاء مش مفهوم عايزين ايمن مدير الكرة وبعدين فيه ناس كتيرة من جمالي النادي الأهلي كيتقول لك مثلا احنا مشكلتنا مع كابتن خبيبه انه مش بيجيب حق الأهلي زي مثلا الكابتن نساء وحفزه وبيتنرفزه وبيتعصبه معجمها برضو ده مش منصب يعني لو هو ده job description أو ده مسميات الوظيفة انه يضغط ممكن حتى لو ده في العالم بيعملوه ممكن المدير الفني يعمل كده ممكن المدارب العام يعمل كده ممكن المدارب المساعد يعمل كده ممكن طبيب الفريق يعمل كده لو احنا عايزين على الخط نعمل دوشة ونوش كده بيحصل في أوروبا كده يقولك نضغط على الحكام تلاقي بيب جاردوية ده حيسرخ مرنين ده حيسرخ سيميوني بيقل على الجاكت ماشي بس ما فيش مدير كرة برضو هو اللي بيعمل الدور ده هتقولي طب وإجراءات السفر والسفريات والحياة وبتاعه ده في بقى مدير إداري في الفرق ليه مدير كرة أصلاً ليه معا مش مفهومة يعني